إذن حضورنا الكريم بعد هذا الفيلم التعريفي القصير عن تجربة وازن التي أدارتها التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في حوار تفاعلي سريع مع البروفيسور محمد علم الدين عميد كلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة سنستطرد أكثر عن هذه التجربة وأهمية هذه التجربة في إمارة الشارقة وتعميمها على الموظفين دكتور حاب نكمل النشاط البدني وإحنا واكفين ولا نقعد والله لا تريدنا مع النشاط البدني واكفين صحيح واكفين يلا خلص إذن المؤتمر القادم بدون كراسي بنعتقدها خلص دكتور إذا تسمحني بداية ما هي التحديات الرئيسية اليوم اللي قد تواجه الموظفين بشكل عام في تحقيق نمط حياة صحية ومتوازنة خاصة بعد الدراسات اللي عملتم بها في هذه التجربة الله يزيك الخير أول شيء من دواعي سروري أني يكون موجود معكم اليوم وكان إلي شرف رئاسة اللجنة العلمية وهو شرف يعني كبير بالنسبة لإلنا طبعاً التحية لأصحاب السعادة والمعالي والزملاء الكرام اللي بنورينا وكلمة كمان بين حكمة الشيوخ ونشاط الأطفال يأتي برنامج وازن اللي هو منتصف العمر اللي هو سن العمل حسناً إذا تسمحي لي بس اللي ما بيعرف شو هو برنامج وازن ليس الكلب يعرف ليس هيك باركي ما نعرفون عليه شو رأيك أكيد من بعد الفيلم التي تعرفي أكيد إضافتك راح تكون كلمة بس ليش وازن ماذا يعني وازن ما هي أكبر مشكلة تواجهنا حالياً؟ ضياء التوازن التوازن بين العمل والحياة التوازن بالأكل التوازن بالنوم التوازن بالنشاط الرياضي التوازن عملي صارت نادرة ومن هنا جاءت فكرة برنامج وازن كيف يمكن للإنسان أن يوازن وكيف يمكن أن نساعد العاملين والعاملات أن يوازنوا في عملهم طبعاً هو برنامج شامل وجامع ومنهجي ومؤثر سأحكي عشر ثواني عن كل وحدي شامل لأنه في قلبه 12 محور تتضمن المحاور كلها اللي ممكن تأثر إن كان نمط الحياة الصحية أو بيئة العمل أو السلامة أو الثقافة المؤسستية جامع لأنه جمع كل يعني نحن قلنا الشرف كنا شراكة استراتيجية مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة دائرة تثقيف الصحي وطبعاً نشكر سمو الشيخ محمد ما قصرته دائرة الأحصاء لو لا دائرة الأحصاء لما نجح البرنامج صحيح وغيراً من المؤسسات المجتمعية منهجي منهجي اعتمد مناهج صلبة أنا سمحيني لم أجاوب على السؤال بس هيدة مقدمة مهمة لا أخذها حتى دكتور ومؤثر لأنه كان هدفنا كله وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة أنه كيف ممكن أن نؤثر في حياة العاملين والعملات في مؤسسات إمارة الشارقة أذكر قصة قصيرة أنا كنت موجود من أشهر قليلة بمؤتمر بروما كان في زملة من كل ألحاء العالم فخبرتهم عن برنامج وازن 12 مؤشر مختلفين وكان هذا البرنامج يعني له بصمة الشارقة يعني كان نبنى على أساس منظمة الصحة العالمية ولكن أضاف كثير مؤشرات العلاقة بال فهو صنع في الشارقة وهذا شيء نفتخر فيه فخبرتهم عن البرنامج فقالوا لي نحن مؤشر أو مؤشرين كثير علينا بأي واحدة من الدول التي نحن فيها قلت لهم أن لستم في الشارقة ولا تعلمون ماذا يمكن أن نفعل في الشارقة فنحن فخيرين جداً في هذا بالنسبة والنسائج كانت مبشرة أيضاً اللهم لك الحمد نتائج مبشرة كثير يعني أنا بدأ أختصر بالوقت شوي يمكن بس بكثير أمور فينا نحكيها وبرنامج كافي ووافي ونرجع لأسئلة حضرتك سامحين استطردت شوي بس لازم الكل يعرف عن أهمية هذا البرنامج والعلاقة العضوية والمتجددة والقوية مع المجلس الأعلى لشواء النصر صحيح كان السؤال دكتور ما هي التحديات الرئيسية التي قد تواجهها الموظفين في تحقيق نمط حياة صحية ومتوازنة منع باختصار شديد سألنا عن كل الأمور ولكن خليني أقول أبرز التحديات وجدنا كثير من الأمور الإيجابية بالرضى الوظيفة حتى في شيء غريب بإمارة الشارقة الموظفين وموظفات راضيين عن راتبهم الشهري هذه لم أراها أنا من قبل في رضا ولكن أمرين يمكن دكتورتنا الكرام بيتعرفوا عليهم والمؤثرين دكتور عادل ودكتور أحمد يعني بيعرفوا هذه الأمور أكثر مننا الأمرين اللي كانوا نقاط ضعف أساسية الغذاء المتوازن 50% من الـ 2500 موظف لشمالهم الاستطلاع أقروا أن غذاءهم غير صحي وغير متوازن وهم يعلمون ذلك والأخطر منها 60% واحدة بـ 60% من الشمال الاستطلاع 2500 شخص نرجع من أول عينة ممثلة قالوا أنه ما عندهم نشاط بدني منتظم هيدوالي كانوا نقطتين مش حقول الضعف الفرص الفرص التي سوف نعمل عليها إن شاء الله لتحسين الحياة الصحية للعاملين والعاملات في إمارة الشارقة إن شاء الله دكتور ما هي البرامج والمبادرات التي من الممكن تنفيذها لتعزيز الصحة واللياقة البدنية وأعتقد أنك أشرت منذ قليل أن اليوم نحن نفتقر للغذاء الصحي عند الموظفين وأيضاً النشاط البدني هل هناك من برامج ومبادرات رونها مناسبة لتعميمها؟ نعم من الأمور الجميلة لأخواتنا وأنا شايف أختي أستاذة إيمان راشد سيف وخليط النحل الموجودة في دائرة التفقيف الصحي من الأمور الحلوة إنهم من تصميم البرنامج كانوا مصرين أن يكون فيه إلو أثر ولذلك استنبطنا كثير من التوصيات للتحسين وكانت هذه التوصيات هي لائحة كبيرة من التوصيات ولكن أنا بوجزة أو برامج توعوي لتغيير المفاهيم والسلوكيات أو مبادرات ممكن تكون مبادرات رياضية أو مبادرات توفير ببيئة العمل أكل صحي ومتوازن وفيه هلأ مشاريع يشرفون عليها يعني ما شاء الله مبادرات جميلة جدا من قبل المواطني الدولي عم يأسسوا بزنسز هيكي للغذاء الصحي ليش ما منشجعهم ومنجيبهم نضمن التكامل بين النشاط النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة العمل طبعا استخدام أنا لابس بإيدي ساعة هذه لا أخلعها حتى خلال السباحة والاستحمام يعني هذه بتقول لي كل شيء هذه سعر 100 درهم وتذكرت الحركة أحيانا 100 درهم ومنعملة تشارجينج مرة كل عشرة أيام يعني أنا زنسيت وتشارجت بتظل شغالي ولكن بتقلي كثير عن النوم عن دقات القلب عن عدد الخطوات ليش ما بنعمل مبادرات داخل بيئة العمل منشجع فيها على النشاط البدني ومع تنافس وجوائز في مبادرات العلاقة بتغيير السياسات في مبادرات العلاقة بالتشدد في السياسات مثل مثلا سياسة التدخين في الأماكن العامة للأسف 50% من الشمال الاستطلاع قالوا أنه ما بيعرفوا مزبوط عن القانون العمل بالنسبة للتدخين ففي كثير من المبادرات الممكن نشتغل عليها وإن شاء الله في علو وهمي ولن نستريح حتى نصل إلى خواتيم الأمور إن شاء الله آخر سؤال دكتور كيف يمكن قياس نجاح برامج الصحة واللياقة البدنية في الحكومة تحديدا وما هي المؤشرات الرئيسية التي تدل على تحسن صحة الموظفين هو سؤال أخير ولكن سؤال صعب في قياسات من سمية soft measures نشوف مشاركة أكتر بالبرامج والمبادرات بس نحن إذا بدنا نقيص الأثر بدنا أشهر وسنوات لنشوف تغيير بالبلاد برشرة بالديابيتس بالهايبرتنشن كارديو بسكولر ديزيزيز كل الأمور هيدا اللي ترتبط بالنشاط البدني والغذاء الصحي نبدأ السلم خطوة خطوة الخطوة الأولى نتعاون على برامج توعويية نتعاون على السياسات داعم الموظفين والموظفات وخطوة الألف ميل تبدأ بخطوة بالشارقة نحن عم نبدأ من الخمسمائة ميل وننطلب فالحمد لله ربنا صحيح وتجربة أيضا مثل تجربة توازن تجربة ناجحة جدا وعطتنا مؤشرات اليوم تساعدنا كثيرا كيف ممكن نحن نحسن من صحة الموظفين في بيئة العمل وتنعكس أيضا على الناتج المحلي في الإمارة وعلى عدة عوامل أخرى إذن بروفيسور محمد علم الدين عمية كلية العلوم الصحية في جامعة الشرقة شكرا جزيلا لك على هذا الحوار التفاعلي السريع شكرا جزيلا شكرا جزيلا